لا وبالتأكيد في الحروب الحديثة الحرب النفسية لا تبتعد في مساراتها وفي مبادئها عن الحروب القوة العسكرية يعني مسألة تهيئة الداخل الإسرائيلي أو الإيراني بغض النظر عن أي طرف هو الذي يبدأ بالتصعيد سواء في مرحلة ما قبل الهجوم الإيراني على إسرائيل أو حتى في مرحلة ما قبل الهجوم الإسرائيلي على إيران الهدف الأساسي من تحشيد الشارع في داخل الإسرائيلي والإيراني وكذلك تهديد قيم صانع القرار في كل الدولتين هو من أجل تهديب هذه الضربة وكذلك إرسال رسائل للطرف الآخر بأنه إذا ما قمت بالرد على هذه الضربة فأن التكاليف ستكون أعلى ولذلك عملية التحشيد العلامي التي تفضلت بها عملية التصعيد في الخطاب السياسي عملية التهديد بالرد المزلزل من قبل إيران وعملية الرد المميت من قبل إسرائيل هي تأتي من أجل التلاعب بقيم صانع القرار وأن تدفعه لنتراجع خطوة للوراء وأن لا يخرط بتصعيد مفتوح من الممكن أن يدفع جميع تكاليفه ولذلك نحن نتحدث عن عملية حرب نفسية من أجل إنتاج تهيئة نفسية في تسبق عملية الهجوم من أجل أن تجبر كل أطراف الصراع العودة إلى قواعد الاشتباك التقليدية وعدم تجاوز هذه القواعد بالإطار الذي قد يفتح الحرب في ميادين أخرى ونحن نتحدث عن أن هناك ميادين هشية مثل العراق ومثل سوريا ومثل اليمن أضف إلى ذلك إلى الخليج العربي والبحر الأحمر وبالتالي نحن نتحدث عن ساحة مفتوحة هذه الساحة هي بحاجة إلى عملية ضبط نفسي قبل أن تذهب باتجاه إعماد الآلة العسكرية في توجيه أي ضرب من أطراف الصراع ولذلك ما جرى خلال مرحلة ما قبل الهجوم الإسرائيلي على إيران لا يختلف كثيرا عن ما جرى قبل مرحلة الهجوم الإيراني على إسرائيل بمعنى أن الهدف من كل ما يجري هو التهيئة الداخل وكذلك التلاعب يمصانع القرار من أجل إنتاج ضربة تحقق ما يقوم به الضرف المهاجم وكذلك يهذب سلوك المدافع بالإطار الذي يحافظ على قواعد الاشتباك وأن لا تنخرط نحو الفوضى الإقليمية التي قد تدفع جميع تكاليف فليس فقط إسرائيل وإيران وإنما الحدود الهشلة لأنها تفضلت بها وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الدولية الأخرى